موسيقى مرحبا بكم الناس الكل اليوم جيدكم بوصفة جديدة اول مرة نعملها لكم على القناة وبرشا فيكم تحبوا عليها ونلقاها في اللي كومنتيغ جي مراني نقل اللي كومنتيغ متاعكم نحاول نجاوبكم على قد ما نقدر خدرتوا كيما تعرفوا رمضان مع التصوير ومع برشا حاجات لخيقها مبيل على الاخر دونك نحاول على قد ما نقدر نجاوبكم ولكن اذا كنا نلقى اقتراحات نحطهم في عين الاعتبار وبالتبعاء نحاول نعملهم لكم واليوم ان شاء الله باش نعملوا مبعادنا وصفة الملبس التونسي وبالتبعاء باش نعطيكم كل شاي بالتفصيل الاسرار الكل باش ينجح معاكم الملبس ويجيكم من داخل تريي ذوب ذوبين في الفم ويجيكم بنا على بنا وماشاء الله باش نعملوه بطريقة ياسر ياسر سهلة لنقضوا معايا وتابعوا للاخر باش تعرفوا كيف باش نحضروا نجو تول المقادير وكيما تلاحظوا مقادير بساطة على الاخر باربعة مكونات فقط باش نحضروا الملبس متاعنا باش نستحقوه مقدار اربعة مئة جرام من اللوز الابيض المرحي لازم يكون مرحي بودر على الاخر بالطريقة هذية بضبط نجمو تحضروا وحدكم في الدار يعني ترحيوه وحدكم لنيوالي بودر متستحقوش باش تعرجوه على النار انا الهني اخذيتو حاضر كما هكيه على الاربعة مئة جرام باش نستحقو مقدار مئة جرام من سكر محور ما نضيفوش اكثر من هكيه سنو من بعد يجيكم احلوه برشا خاطر من بعد باش نغلفوه وتروا كيفاش وباش نستحقو الاصفر البيض فقط خديتلي هني خمسة بيضات يكونو الحجم متاحهم متوسط اما من بعد باش نشوفو اذا كان نستحقو اكثر و الا ليه وتاون قولكم في الاخر قدش استعملت من سفار البيض وباش نستحقو مغرفة كبيرة من قشور البوركدين المرحي هذي يراه يعطي نوكها يسر بنينا وتاون تلاحظو حتى التعمة متاع اصفر البيضة هي ما تقعدش في الملبس وتاوا يجيو نوريكم تاريخ التحذير ونبدو تاوا باسم الله اول ايتاب لازمنا نغربلو اللوز هذيك الكل لازم يقعد النا كان الارطب فقط وكل باقي هذيك اللي يقعد في الصفية نرجعوه للماكينة مش نعاود نرحيه المهم الكل في الكل لازم تستعملو 400 جرام من اللوز واذا كانت حابت تستعملو اشتر الكمية او كان من كل حاجه تقسمو على ثنين المهم غرب له بالبيه انا الهني اخترت الصفية كيما هكيه مش نغرب لبيها ويهبط لي اللوز ارتب بشرة حتى من بعد الملبس كيف يتيب يبدأ من فوق يسر يسر ارتب دونك ضروري يراه المرحلة هذيه وهذيه اللوز متانه بعد ما كملت غربالته كيما تراه ويولي ارتب اشرة توا بش نكمل انغربل زيده كمية السكر محور خاصة السكر محور لازم تغربلوه كيما تعرفوا يبدأ فيه كالحوبيبيت دونك حاولوا تغربلو الكمية الكل من بعد انخلطهم الكل مبعادهم بالطريقة هذيه انحاول اندخل اكل اللوز مع سكر محور وطوا بش نكمل انضيف عليه البوركدين يعني قشور البوركدين اللي بش يزيدوا بنا على بنا انخلطوا معاهم ومن بعد بش نكمل انضيف لهم اصفر البيض حتيت المرة لولا ثلاثة كعبات اوكا ديما اضيفوا بشوية واتخلطوا ما تحطوش الكمية الكل من لول خطراه انتوما ونوع اللوز متاعكم كيما تلقاوا اللوز يشرب برشة كيما ليه دونك ما تتقيدوش بكمية معينة متاع عظم اوكا على حسب اللوز متاعكم اضيفوا العظم دونك انا الهني كملت ضفت الكعبتين الاخرين دونك الكل في الكل الحد الان حتيت خمسة من اصفر البيض وديما كديوا تخلطوا جوشت باصابع اليد فقط يعني ما تعجنوش بش ما يقرش ازي تمتاعو كيما تلاحظوا الهني بديه هكا شوية يتلم دونك حسيت انو ما زل شايح كملت ضفت كعبه اخرى من اصفر البيض لميت بيها وبش نزيد نشوف اذا كان نستحق اكثر وإلى لي بالنسبة للعجينة بتاع الملبس راهي ما يلزم هيش تكون جارية وما يلزم هيش تكون ترية لازمها تكون متماسكة وتكون زادة يبسك شوية دونك هاوكا بش تعرفوا القوام بتاع العجينة كيفش يكون في المرحلة هدية ديجا ما زلت متلا متش شوية بش نكمل نضيف لها اخر كعبه يعني الكل في الكل استعملت سبعة من اصفر البيض حتيك شلين تحصلت على العجينة تتماسك لكن في نفس الوقت تكون يبسك شوية نجيو طوال المرحلة اللي من بعد نخدم اكل اللوز الكل هاكية جوست شوية بالكف متاع جوست هكا نجبدو جابتين ما نعجنوهوش كي ما قلت لكم باش ما يقرش زيت متاعه خطراه اللوز فيسع فيسع ما يسايب الزيت متاعه حتي كان هكا سايب بزيت متاعه شوية فما حتى مشكله المهم اخدموه بالبيه هاكية باش كل شاي يدخل في بعضه ويولي عنا عجينة رتبة لكن في نفس الوقت تكون متماسكة وزيدة يبسة لازم هراهي تكون يبسة وطوال بعد ما تتلمى معانا العجينة جبت لهنا ساشي أليمون تاغ وإلا إذا كان عندكم بابي سيلوفان اللي متوفر عندكم باش نحطوه في وسطها نسكر عليها مليح باش لهوية ما يدخل لهاش وماتشيحش وباش نخليوها ترتاح موضة انصائف ساعة باش هكيكا من بعد ان شاء الله اتتوعنا في الخدمة ونبدأو نشكلوها نجيو توا المرحلة التشكيل انا باش نستعمل القالب هذية اتلقاوها دجاوين يبيعو الحلويات وإلا تلقاوه زادا في امازون اذا كنت عشو البره سينوت نجموره تشكلوا بديكم عادي ما هوش ضروري لكن انا نستعمل هذية باش هكيكا يجيوني مرتبين ومزيانين وقبل ما نبدأو في التشكيل لازمنا نحضره التباق بالنسبة الملبس ما يلزمش يتيب على التباق ديغيكتومان باش ما يحمرش من اللوته شنو اللي نعمل نحط نحط عليه نعمل هكي فرشة امتاع فارينة ونزيد نحط فوقها بابي كويسون واحد اخر بشاكيكا اكل حرارة الكل تاخذها اكل فارينة هذيك الكل جيست حاشنا بالملبس دوبة هكي ما يبدأ يعمل في القشرة متاعه فقط توا باش نتعديو طريقة التشكيل ما فميش ما اسهل ما لها نجيبك القالبة كي جست شوية هكي لدهنو بشوية زيت ناباتي الكعبر الكعبورة بالجرام بالضبط بالضبط عاشرة جرامات ماكسيموم تعملوها بين احداش واثناشين جرام اذا كان مش متوفرة عندكم الميزان نجمو راهو عينكم ميزانكم سنو بالميزان يجيوكم الحقيقة كعب بيت مرتو بين كل كعبة قد اختها ويجيكم يسر محليهم وماذا بيكم تستعملو ديكم ديركتما ما تعملوش ديقان خاطر لحد كي نبدأ هكي نكعبر بالليقان خاطر اللوز يسيب هكي شوية زيت متاعو دونك تولي التعبكم شوية في التشكيل وما جيكمش يسر هكي رطبة ومزيانة نحيو ديقان واملو بيديكم ديركتما نحط هكي في القالب جست دوبة هكي ما ننزل عليها ونستويها من فوق بيش تعمل اكي سطحة متاحة من اللوطة سينو بيديكم تكعبروها وتنزلو عليها شوية جست هكي دوبة ما تعمل اكي سطح هذيك فقط وتوا رصفتهم الكل هكي في الطبق ومشاء الله كي ما تلاحظوا طيحت لي كمية بيها يعني 400 جرام تعلوز طيح لكم الكمية هذية وكي ما وصيتكم لازم متحطوش ديغيكتما على الطبق وتوا بيش نهزو انحطوه في الفرن بالنسبة للملبس راهو يتيب على درجة حرارة وعطيها يعني 140 درجة بين 15 ال 20 دقيقة ونحطوه في الرف الوسطاني مش من اللوطة ومش من فوق جست حشنا به كيف يتيب دوبة كما يبده هكي يعمل فك القشرة متاعه من البرة ويبيضه شوية وقتها انخرجوه واندخطان طوا بيش نحضروا التغليفة متاع الملبس هو ديجا اسمو على جسمو ملبس بيش نلبسوه من البرة بالنسبة للمقادير الهني بيش نستحقوه مقدار 400 جرام من السويخة جلاس ديجا هذيه غربلته ويليزم يكون مغربل وباش نضيف عليه ثلاثة من ابيض البيض يكونوا اكبار الحجم بالنسبة الابيض البيض انا اخذيت ثلاثة كعبات وزنتهم لكم يجيوا بالضبط 130 جرام وهو كعينكم يزينكم راهو انتوما وكبر العظمة هذيك عليش انا وزنتها لكم باي نجيوتاوه للطريقة متاع التحذير متاعها سهلة نجموره حتى بالفوية تخدموها انا الهلي باش نستعمل الماظر بالكهراء باقي جوست المارالولا نعمل على درجة رقم واحد ردو بالكم تعملوه عالي برشا محاشنش لهوي باش يدخلوه محاشنش باش يضاعف الحجمة بتاعو فقط جوست نخلطوهما بعضو وكمال زادة ضفطلهم مغرفة كبيرة من القارس ومعاها زادة مغرفة كبيرة من ماء العطرشية باش يعطيه ريحة وجوء يسر بنينه ومبعد نبدأ كي نخلط فيه على درجة رقم اثنين حتى يكشلين يولي عنا خليط بالطريقة هذيه ويولي اللون بتاعو يلمى وردو بالكم تخليوه سي برشا سينو من بعد راهو الكعبة ما تتغطاش بالبيه وما تعملوهوش زادة عاقد برشا باش الكعبة تجيكم مزينا تاو شنو باش نعمل نجمو تعملوه كله لونه ابيض يعني ما تستحقوش ملون غذائي سينو انا باش نعمل ثلاثة الوين باش نعمل كعبة باللابيض نخليهم كما هوما وكعبة اخين نعملوهم في البلو وكعبة اخين نعملوهم في الغاس وانتوما اختاروا اللون اللي تحبوه انتوما دونك حادث لهنى شوية من الملون هذيه انجيل المخ كم بتاعو ويلتون ياسر يعجبني خطر ما شالله ما تعطي لون ياسر احلو وياسر اقوي جوزت هكا دوبة ما نحط منه شوية وما شالله يطلع اللون يشاره وانخلط شوية هكا دوبة ما يدخل فيها كلون بالمضرب الكهربائي وديمه على درجة رقم واحد ما حاشناش بالعظم شي تخدم وهذوما الثلاثة الوين بتاعنا الازرق الابيض والوردي ما شالله يجيوا ياسر احلوين وتوا باش نواريكم الطريقة كيفاش باش نغلفو وهذوما كعبة الملبس بتاعنا بعد ما تابوا في الفرن كيما تراووا جسد دوبة حشنا بهم ما يبدوا يشيحوا هكا من فوق ومن لوتا ما يكونوش طايبين لازمهم يكونوا بالطريقة هذيكا ما يلزموش يحمار وكما تلاحظوك انو كدت هذوكم متاع اقشور البوريكدين اللي يزيدوا بنا على بنا توا شنون باش نعمل نجيب الكوردان كيما هكا نجي من فوق متا جسد من جههة القبه حشنا جسد هكا من لوتا اكا هاو ما تلقاها من لوتا ندخلو في وسط الخاليط هذيه اللي حضرناه نحاول نهبط اكل اكسي هذيك الكل من خليوش معده الاكسي متاع الخاليط ومن بعد نجي هكا من فوق ونبدأ نعملها بالطريقة هذيه باش هكا يتفرق على كامل الكعبة بالتساوي واذا كان فما فقعات وإلا حاجة حاولو هكا اتنحيوهم نفس الشي بالنسبة للألوان الباقية الهنية مثلا اللون الازرق زيدا حبيت نواريكم كيفاش يكون حط الكوردان ندخل الكعبة هكيه جوز هكا دوبة في القاعم اللوتا نحيوك تزايد هذيك الكل من بعد نعمل بيدي بالطريقة هذيه باش يتفرق مليح وما تبدأش بومبي من فوق ودي ما كتديوت نحيوهم نحيوهم بالسيسة وحطوهم على حاجة كسسوات بق وإلا اي حاجة متوفرة عندكم ونفس الشي كمال زيدا اللون الابيض ودجارة وحتى كنت خليهم باللون الابيض فقط ما شاء الله يجيكم يسر حلوين ومزيانين وإذا كنت حبوا تنوعوا في التبقى متاعكم او كاعملوا الوين مختلفة وهذو ما الكعايبات امتهنا بعد ما كملنا غلفنا من اللوتا باش نخليهم طوا يشيحوا لازمهم يشيحوا حتي كشلين يتحسوهم يوليوا اللون متاحهم مات دجا هذو ما الكعايبات يشيحوا والاخرين زيدا بداوا يشيحوا بشوية بشوية خليهم يشيحوا على راحت راحتهم ومن بعد ان شاء الله نكملوا ونعاودوا نغلفوهم من جهة الاخرى وبعد ما شيحوا كمبلتما باش نجيبك الخليط هذيك الكل نعاودوا نخلطوهم مليح خطر حتى هما هكية تحسوهم شوية بداوا ينشحوا ويشيحوا خلطوهم مليح مليح حتي كشلين يرجعوا لكيد كما كانوا أقبل متى بدوا تستعملوهم وكما العادة نجيبك نغطس حتيك شلين نوصل لك الخط هذيك الأول تغليفة أعملناها وكما العادة نحيو زيدا اكي الزيد هذيك الكل نحيوه ونستويوها هكية من الفوق بشجينة مستوي مرتوبة وفي نفس الوقت كان فهم فقاعات نحيوهم حاس يكملوهم الكل هكيكة بنفس الطريقة سيح يشد شوية اليدين هو وهو سهل أما يشد برشة الوقت واليد أو كاوسعوا بيلكم يحب شوية توسيع بيل وبتبيعة بعد ما نكملو نحضروهم الكل نخليوهم زيدا يشيحوا وينشفوا كمبلتما ومن بعد إن شاء الله أتوا نوريكم النتيجة ونوريكم زيدا كيفش بش نزينوهم وهدو ما الكعايبات امتانة بعد ما حضروا ما شاء الله شيحوا في حقهم أمورهم واضحة حتيتهم في تبقها كي انضيف نحيت لهم إذا كن فما هكي على جنيب شوية أهبطوا إلا حاجة نحييه وننظفهم بالجدي وجبت لهنا الأوراق هذو ما اللي يكونوا لونهم مذهبين كتجيوا تقصوهم مش تزينوا بيهم قصوهم بالأوراق متاحهم هكي خطرية راهو ياسر ياسر في خجيل وبليدة شوية سينو تجمو تخليوهم كما هما ولا تزينوهم بشوكولات زينوهم بالحاجة اللي انتو ما تحبوهم وعلى فكرة ريتوا الملبسة أنا اليوم أعطيتكم الطريقة التقريدية الأصلية كيفاش يغلفوا بيها يعني يلبسوا بيها الملبس سينو إذا كل ما تحبوش العظم تجمو حتى راو تغلفوهم بالشوكولات ما فما حتى مشكل تاخذوا شوكولاتها بيضة وتغلفوا بيها وهذي الملبس متاعنا بعد محذر ما شاء الله طيحت كمية بيها وجيوا كعبة بنين يام وستة ستين كيف ياسر فوحين راهو ضروري عالاخر بيش تحطوا قشور البوركدين بيش يعطي ريحة ومطعم مبنين وزيدة مائل عطرشية وكالعاصة القارس وقتلي تجيوا تحضروا فكالتغليفة متاع الملبس وريدكم توا كعيبة هكا عن قرب بيشتراوا ما شاء الله كيفيش جيت وكيفيش زينتهم هذو مائل ألوان الكل حليت لكم زيدة كعيبة حاجة لازم منها بيشتراوا النتيجة من داخل كيفيش وشوفوا ما شاء الله اكتراوا انويدكم ونجاهيكم صدقوني يجي يدوب ذوبين في الفم بالحق جربوه وتفكروني قلوني فيكم مانطاق ايشنو ورايكم ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة بتاع اليومه ونشوفكم في فيديو جاي شاهية طايبة